المراسل الصغير برنامج وكالة أنباء البحرين بنا لإعداد وتدريب المراسلين الصغار دشنت وكالة أنباء البحرين بنا برنامجها الطموح لإعداد وتدريب المراسلين اليافعين الذين سيقومون بصناعة الأخبار في المستقبل وبقوة الإصرار وصدق العزيمة تم التغلب على التحديات كافة وأصبح الحلم حقيقة حيث تسعى الوكالة من خلال هذا البرنامج الطموح لإعداد وتدريب النشط على العمل الاحترافي وتزويدهم بالمهارات والثقة الذاتية بالإضافة للإلمام والمعرفة اللازمة لتحقيق طموحاتهم في مجال الإعلام وفقا لأرقى المستويات لقد تبلورت الفكرة داخل الوكالة منذ أكتوبر للعام 2011 ومن ثم صدور القرار بتجشين برنامج المراسل الصغير للبنين والبنات والذين تتراوح أعمارهم بين التاسعة والرابعة عشر وبدأت وكالة أنباء البحرين بناء في تقديم خدمة البث المباشر لبرنامج أطفال بناء على موقعها الرسمي بتاريخ 16 ديسمبر 2011 حيث أصبح بوسعهم المشاركة بفعالية في التغطية الإخبارية بعد أن كانوا مجرد مستقبلين للأخبار وقد نظمت الوكالة العديد من ورش العمل والتدريب العملي لتعليم الطلبة كيفية كتابة التقارير الإعلامية وكسابهم المهارات والعادات الإيجابية فيما يتعلق بكتابة التقارير الإخبارية وبعد أن ينمو لدى المراسل الصغير الثقة في النفس والقدرة على كتابة التقارير الصحفية سيخضع للاختبار من خلال تكليفه بإنجاز مهمة التغطية لفعاليات الأطفال على أرض الواقع وتدوين الملاحظات والتعليقات والشروع في كتابة التقارير وتشجيع الوكالة المراسلين الصغار على ممارسة التصوير الصحفي وإدخال خدمة الصوار في تقاريرهم الإخبارية ويتم تضمين مشاركات المراسلين الصغار في المجلة الشهرية التي يتم توزيعها على جميع المدارس التي أرسلت طلابها للمشاركة وتعلم كيفية العمل لدى وكالة أنباء البحرين ومثيلاتها حول العالم كما يتم تضمين مشاركات المراسلين الصغار في قسم أطفال بناء على الموقع الرسمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر